احنا عايزين نقول انه قولون العصبي ده مرض والمرض ده مرض مزمن وبيحتاج علاج مستمر عشان يتظبط يعني ولو علاقة قوية جدا بان انا بقى عصبي ومجدود وشايل الهم وكده فسمنة القولون دي بتبقى تروح وتيجي يعني بطني بعد اكلة معينة مش كل الاكلات بعد اكلة معينة لقي نفسي لازم اوسع الحزام وبطني اتملت ونفسي مش قدر اخده وبعد اكلة تانية ما يحصلش كده او وبعد شوية يروح الكلام وبكرة ما يبقاش فيه ويقعد يومين كويس وبعدين يومين اتنفخ مع كل اكلة وكده ده قولون عصبي قولون عصبي ده لازم يكون تحت اشراف دكتور جهاز هضمي لانه بياخد علاج يمتد لفترات طويلة ممكن العمر كله وبيبقى اهم علاج له هو المهدئات ما بقولش ان كل حد عنده قولون عصبي ياخد مهدئات لكن لانه related قوي بعلوه علاقة قوية جدا بالحالة النفسية والعصبية والتنشانة وكده فساعات بيضطروا يده مهدئات بسيطة بتهدي قولون جدا وبيبقى هايل وعيزا اقوله ان قولون العصبي ده ساعات بيبقى مؤلم جدا فلازم ناخد للاج مظبوط ونرعيه كويس ونلعب رياضة لانه الرياضة من العضلات اللي بتنقبض وتنبسط دي بيطلع مادة بتهدي المخ والواحد يبقى قولونه العصبي اقل عصبي اشتركوا في القناة